هي سنة أخرى يرفرف فيها علم الجمهورية عاليا رغم بعض المحن والانتكاسات التي مست النظام الجمهوري تيلة ستة عقود ونصف العقد تشخيص لا ينفي نجاحات دولة الاستقلال بزعامة الحبيب بورغيبة في بناء الدولة الوطنية المستقلة ودعم أسسها ومرتكزاتها لكن نظام بورغيبة كما نظام بن علي فشل في إرساء نظام جمهوري ديمقراطي ما استوجب مرحلة أخرى بدأت بالتحقق مع الثورة السابع عشر من ديسمبر الرابع عشر من جنفي منذ قبل 1936 إلى الثورة لم نعش في مناخ ديمقراطي أو نظام ديمقراطي برغم وجود مؤسسات ديمقراطية ولكنها كانت شكلية أقصد الدستور البرلمان إلى غير ذلك وشعار الديمقراطية التبلورة انشئنا ليس فقط عند المعارضة السياسية التي طالبت به طيلة هذه الفترة وإنما أيضا عندها قطاعا واسع من الشعب التونسي وخاصة الشباب ولذلك رفعت في الثورة شعار الحريتي كانت الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية هي التي غذت التسلط السياسي للأنظمة ولأن الصراعات الاجتماعية كانت تتطلب تدخلا تسلطيا وهيمنى على مفاصل الدولة هيمنى على المجال العمومي هيمنى على الأعلام إلى غير ذلك فتحت الجمهورية صفحة جديدة مع دولة المواطنة والحقوق والحرية وتغير نظام الحكم الرئاسي إلى نظام مختلط أو مجلسي كما يصفه الكثيرون فترة تواصلت عقدا من الزمن ويرى المراقبون أنها فشلت فشلا ذريعا في تحقيق العيش الكريم للمواطنين مع كثرة الصراعات السياسية وغلاء المعيشة وتعطل دولي بالدولة في أحيان كثيرة هذه النخبة لم تحقق أحد أهم شعارات الثورة التونسية وهي مسألة الاقتصادية والمسألة الاجتماعية وتضخمت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وهذا أدى الأمر إلى 25 جوليا الديمقراطية هي رديفة للتنمية والتنمية هي مكملة للديمقراطية ولا يمكن نجاح أي تجربة ديمقراطية إلا بقاعدة اقتصادية اجتماعية وبتحالفات طبقية وبتوزيع نسبي فيه نوع من العدالة للثروات والدخل فكان الخامس والعشرون من جوليا 21 والفين يوما فارقا في تاريخ الجمهورية بعد خروج الاحتجاجات إلى الشارع من جديد وقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد بتجميد عمل مجلس نواب الشعب وإنهاء عمل الحكومة ما مثل نهاية مرحلة بأكملها ومع اختلاف وجهات النظر من هذا التاريخ بين من يعتبره انقلابا وبين من يراه تصحيح مصار ضروريا بدى واضحا أن الجمهورية دخلت مرحلة جديدة منعرج كان يعبر جزئيا عن قطاع واسع لمطالب الشعب التنسي بل حتى جزء هام جدا من النخب السياسي وكذلك الاجتماعي لكن هذا المسار أخذ في التراجعي بالتدرجي وصولا إلى وجود الأمر 117 الخيارات في الحقيقة محدودة جدا لأنه منوال التنمية لم يتغير وطالما لم يتغير منوال التنمية سوف نعيد انتاج نفس الحركات الاجتماعية ونفس المطالب 65 سنة مرت على أعلان النظام الجمهوري عاشت فيها الدولة الوطنية مراحل كثيرة ومختلفة لكن التنسي مزال إلى اليوم يتوق إلى حياة ديمقراطية حقيقية تتنزل قواعدها من خانة النص إلى الممارسة الفعلية تتنزل قواعدها من خانة النظام الجمهوري